اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس نجم المنتخب الفرنسي من أصل المغربية الشارط رحي لخاليلوزيتش للعودة إلى الأسود أكد موقع أونز مونديال الفرنسي أن إمكانية مغادرة المدير الفني البوسني وحيد خاليلوزيتش لمنصبه في تدريب المنتخب المغربية أصبحت واردة بشدة في الفترة الأخيرة وهو ما قد يكون له تأثير مباشر على وضعية عديد اللاعبين مع المنتخب الذين ابتعدوا بسبب خلافين مع المدرب البوسني وكان خاليلوزيتش قد أكد في وقت سابق أنه لن يوجه الدعوة إلى نجم منتخب فرنسا للشباب أمين عدلي طالما أنه مستقر في منصبها إتر الحديث الذي ضار بينهما حول مستقبله الدولي وحسم عدلي في الفترة الأخيرة قراره النهائي بتمثيل المنتخب المغربي مستقبلاً مفضلاً اللاعب لأصود الأطلس على تمثيل منتخب فرنسا وبالتالي فإن رحيل المدرب البوسني سيفتح أمامه الأبواب وسعتاً للإندمام إلى منتخب بلادها إذا بتنضممه للمغرب ماقرون برحيل وحيد خاليلوزيتش عن تدريب المنتخب المغربي وسيكون لرحيل خاليلوزيتش أيضاً تأثير على مستقبل نجم المنتخب الأول حكيم زياش الذي من المنتظر أن يعود إلى قائمة المنتخب المغربي للمشاركة في كأس العالم التي ستقام نهاية العام الحالي بالعاصمة القطرية الدوحة عاجل وليد ريجراجي يفاجئ الجماهير المغربية ويرفض تدريب فريق عالمي لتدريب المنتخب المغربي ذكر التقارير الجديدة بالإطلاع أن الإطار الوطني وليد ريجراجي بات أكثر من أي وقت مدى قريباً من التوقيع على عقده الجديد مع المنتخب الوطني المغربي وذلك مباشرة بعد مباراة نهاية كأس العرش التي من المرجح أنه تم تقديم موعدها خصيصاً لهذا الأمر وما يؤكد على أن ريجراجي أصبح على مقربة من الإشراف على سفينة المنتخب المغربية هو رفضه لعرض مغرن من إحدى الأندية الإماراتي القوية وإعلان عن عدم تجديد عقده رفقة الوداد ورغبته في إنهاء مقامه رفقة بطل المغرب بالتتوجب التلاتية التي قد تكتمل ما إذا حقق لقب الكأس الفضية في مواجهة تستأثر بالمتابعة ضد النهضة البركانية جادر بالذكر فقد تداولت العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية خبر قرب توقيع ريجراجي للمنتخب المغربي فيما ذكرت منابر أخرى أن الأمر يتعلق بتعين في منصب مدرب مساعد للبوسن وحيد خلالوزيتش وهو أمر يبقى جداً مستبعد وغير وارد بالمرة خطوة أخيرة تفصل الاتحاد المغربي عن حسم ملف خلالوزيتش إليكم الموعد المرتقب يترقب الشارع الرياضي المغربي القرار الحاسم من الاتحاد المغربي لكرة القدم بخصوص مستقبل المدير الفني البوسني وحيد خلالوزيتش مع المنتخب الأول بعدما بات قريباً من مقصرة الإقالة وبذلك عدم مرافقة أصد الأطلس إلى قطر للمشاركة في النسخة المقبلة من نهاية كأس العالم ويعتبر وليد راقراج المدير الفني لنادي الويداد المتوج بلقب دور أبطال إفراقيا والدور الاحترافية من بين أبرز الأسماء المرشح لخلافة البوسني وحيد خلالوزيتش على رأس العارضة الفنية للمنتخب المغربي وهو القرار الذي ينتظر أن يحسمه الاتحاد المغربي خلال الأيام القليلة المقبلة أي قبل المعسكر المقبل لرفاق أشرف حكيمية وحسب موقع العربية الجديد فإن فوز القجع رئيس الاتحاد ينتظر إسدال الستار على مصابقة كأس العرش التي وصلت محطتها الأخيرة بإجراء لقاء نهائي بين الويداد الرياضي والنهضة البركانية قبل الحسم في مستقبل وحيد خلالوزيتش مع المنتخب الأول وإمكانية تعوده بالمدرب الحالي للويداد وليد راقراج الذي أعلن من قبل عن رحيله عن الفريق قبل أن يقرر خوض المباريات المتبقية من مصابقة كأس العرش ووضح حدث المصادر أن القجع ينتظر ما بعد نهائي كأس العرش المقرر في الثامين والعشرون من شهر يوليوز الجاري للإعلان عن قراره النهائي بخصوص مصير مدرب منتخب المغرب إما بالإبقاء على البوسني وحيد خلالوزيتش أو إقالتها وتعوده بالمغرب وليد راقراج علما أن القرار الأخير يبقى الأقرب حتى الآن بعدما تعالت الأصوات المطالبة بإقالة المدير الفني البوسني من منصبه كمدرب للمنتخب المغرب الأول إضافة إلى تأكيد فوز القجع على أنه قد دخل معه في مجموعة من الخلافات في أوقات سابقة جدير بالذكر أن مصير مدرب المنتخب المغرب الأول يبقى الشغل الشاغل للجماهير الرياضية المغربية في الوقت الراهن لمعرفة هوية المدرب الذي سيقود أصود الأطلس في مونديا القطر على بعد أشهر قليلة من انطلاق هذا المحفل الكروي العالمي فوت أفريكا ترشح الزلزول لجائزة أفضل لاعب واعد لسنة 2022 رشحت صحفة فوت أفريكا التونسية الدولية المغربية عبدالصمد الزلزول لعب برشلونة الإسبانية لجائزة أفضل لاعب شاب لسنة 2022 وكشفت الصحفة على لائحة تضم أفضل اللاعبين الشباب حيث طالبت من متابعها التصويت على الموهبة الأكثر تأثيرا في فرقها خلال الموسم المنصرم وضمت اللائحة إلى جانب الزلزولي الذي لعب بعض المباريات الهام مع الفريق الكتالوني كل من السنغالي باب ماترسار لعب توتنامى الإنجليزية والتونسي حنابل المجباري متوسط ميدان مونشستر يونايتد الإنجليزية والجزائري أدم زرقان لعب شارلوت البلجيكي ومجموعة من الأسماء الشابة وينتظر أن يحسم تشافي مدرب برشلونة بشكل نهائي في مصير الزلزولي بعد الجولة الأمريكية التي يخضها الفريق إما بالاحتفاظ به لموسم كروي آخر أو إعطاء الضوء الأخضر لإدارة النادي لفتح باب المفاوضات مع الأندية الرغبة في التعاقد معها يشار إلى أن الزلزولي قد توصل بعدة عراض من داخل إسبانيا وخارجها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية غير أن تشافي قرر التريوت قبل الحسم في مستقبل اللاعب هذا الصيف نادي الشمال القطري يعلن عن تعاقده مع اللاعب المغربي ياسين بامو أعلن نادي الشمال القطري عن تعاقده مع اللاعب المغربي ياسين بامو من أجل مجاورة الفريق خلال الموسم الرياضي القادم ونشر النادي القطري تدوينة عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا الخبر وقائلا أنهت إدارة الشمال التعاقد مع المغربي ياسين بامو لدعم صفوف الفريق وسبق لبامو أن حمل قميس المنتخب الوطني في عهد المدارب المغربي بادو الزاكية وفي فترات متقطعة بعهد الفرنسي هيرفيرونار الذي كان يفضله على عدد من اللاعبين الآخرين يذكر أن بامو خدم مجموعة من التجارب الاحترافية أبرزها بالدور الفرنسي رفقة نانت قبل أن يحل بالدور القطري من بوابة النادي الشمال اشتركوا في القناة